شارك معالي الأستاذ جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الحفل الرسمي لتدشين الموقع الإلكتروني والشعار الجديد لاتحاد الصحفيين الخليجيين جاء ذلك بحضور سعادة الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الأعلام وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الأعلام وعدد من الصحفيين الخليجيين والعرب المتواجدين في مملكة البحرين لتقطية أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماعي مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبرك معالي الأمين العام لإدارة وأعضاء مجلس اتحاد الصحفيين الخليجيين إطلاق موقعهم الإلكتروني وهويتهم الجديدة مشيدا بجهودهم الكبيرة في توحيد جهود الصحفيين الخليجيين ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف النبيلة التي أسس من أجلها الاتحاد وذكر معالي أن دول مجلس التعاون تسعى دائما لدعم المشاريع الإعلامية التي تساهم في مواكبة تطور الإعلام ودعم الإعلاميين في دول المجلس وأكد الأمين العام أن المؤسسات الإعلامية الخليجية أصبحت من أرقى وأبرز المؤسسات الإعلامية العالمية وأكثرها مصداقية مشيدا بالنقلة النوعية للعمل الإعلامي الخليجي وبالتطور الهائل الذي طرأ على هذه المؤسسات لمواكبة المشهد الإعلامي الدولي خاصة في المجال الرقمي من جانبه أشهد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام بالجهود التي يقوم بها اتحاد الصحفيين الخليجيين في سبيل تطوير منظومة العمل الصحفي الخليجي وما يليه الاتحاد من اهتمام بتعزيز التعاون بين المؤسسات والصحفيين في دول مجلس التعاون بما من شأنه الارتقاء بواقع الصحافة الخليجية ويعزز من دورها في دعم جهود دول المجلس في مجالات التنمية المستدامة وتحقيق الرهخاء والنهضة لشعوبها وأكد سعادة وزير الإعلام أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وبدعم ومسندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله تحرص على تعزيز روابط التعاون مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات ومن بينها قطاع الصحفة والإعلام لافتا سعادته إلى أن الاتحاد يحظى بدعم كبير من جلالة الملك المعظم انطلاقا بما يشكله من أهمية في تعزيز التكامل الخليجي المشترك وقال سعادة وزير الإعلام أن مملكة البحرين تعتز وتفتخر باحتضان مقر اتحاد الصحفيين الخليجيين وتعمل بشكل حثيث على توفير كل التسهيلات التي تمكن الاتحاد من تحقيق أهدافه النبيلة بما يسهم في تطوير الجوانب المهنية للصحفيين بدول مجلس التعاون وبما يعزز الروابط بين الجمعيات والهيئات الصحفية الخليجية على المستويات كافة أود في البداية أن أهنأ أخواني وأخواتي أعضاء الاتحاد الصحفيين الخليجيين على تجشين موقعهم الألكتروني الجديد وتجشين أو أطلاق هويتهم الجديدة ما في شك اتحاد الصحفيين الخليجيين يحظى بدعمهم وكبير من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون سوف نفعل ما في وسعنا لإنجاح أعمال هذا الاتحاد نحن كمواطنين خليجيين فخورين بما وصل إليه الأعلام الخليجي منصات المتعددة سواء على المقرؤة أو المسموعة أو المرئية هناك العديد من المنصات الأعلامية الخليجية التي تبعث لدينا الفخر كمواطنين خليجيين منصات أمسة تضاهي أكبر المنصات الإعلامية الدولية فنحن والله الحمد لدينا أعلام خليجي ومصداقية أعلام خليجي نشط أعلام خليجي ينقل الرأي والرأي الآخر أعلام خليجي يحظى بمكانة ومصداقية غليمية ودولية كبيرة فلهذا نحن في الأمانة العامة لدول مجلس تعاون نعمل بشكل حثيث لدعم هذا الاتحاد وأود الحقيقة أن أتقدم بخالص الشكر إلى مملكة البحرين وإلى سعادة وزير الإعلام الأخ رمزان ننعيمي على الجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في استضافة هذا الاتحاد على أرضها وفي استضافة الصحفيين واحتضانهم الخليجيين وتقديم الدعم الكبير لهم لو لا مملكة البحرين لما حقق هذا الاتحاد هذا النجاح وشاركت جميع الأخوان الصحفيين العرب واليعين لتقطية القمة العربية شاركوا جميعا في حفل تجشين الهوية الجديدة لاتحاد الصحفيين الخليجيين التي تحتضنا مملكة البحرين والحقيقة اليوم شرفنا بحضوره معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأخ جاسم بن محمد البديوي هذه الحقيقة يعبر عن دعم من مجلس التعاون الخليجي من أصحاب الجلالة والسمو القادة لهذا الكيان والصحافة بشكل عام الخليجي والحقيقة يعني مملكة البحرين باعتبارها البلد التي تستضيف مقر الاتحاد الصحافة الخليجية دائما ملتزمة بدعم هذا الكيان الذي نعتز فيه وأي شيء يساهم في تطويره نسعد بذلك واليوم تصادف هذا التجشين مع القمة العربية يؤكد على رسالة مملكة البحرين في دعم كل ما من شأنه تأزيز العمل المشترك سواء على المستوى الخليجي أو على المستوى العربي أو حتى على المستوى الدولي رسالة مملكة البحرين اللي ينقلونها إعلاميين وأيضا الإعلام اللي شاركنا طبعا دائما هي رسالة خير ورسالة تنمية ورسالة أمن ومستقبل مشرق للمنطقة وهذا الشيء اللي نعمل من خلال زملائنا لنقدمه الحقيقة أيضا لا يفوتني أن مملكة البحرين أيضا تحتفل هذا العام باعتبارها عاصمة الإعلام العربي وأيضا هذه مناسبة الحقيقة مهمة تصادفت مع هذا التجشين وقبل كل ذلك نحن كبحرينيين نعتز والاحتفال كبحرينيين باليبيل الفضي لذكرت أولي سيدي صاحب الجلال ومقاليد الحكم وهذه الحقيقة مسألة مهمة بالنسبة للصحافة والصحفيين حيث أن سيدي صاحب الجلال هو الدعم الأول للصحافة في مملكة البحرين وهو الراعي الأول لدعم الاتحاد الصحافة الخارجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر